السلام بنات كديري اللبس عليكم واش خباركم كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن احسن احوال يوم شاء الله فيديو جديد نبدأ ان شاء الله بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم شاء الله كيفما كتشوفوا صراحة كنت كنت هكوا في ممارشي و جيت قلت اشنو غادي ندير اشنو غادي ندير قلت ندير شي حاجة سهلة وفي نفس الوقت دقيقة توجد مباليا غيط بوزروك حكيت مطيشة حكيت واحده و جدراس تومة وقلت هكوا رافقوا بخضايا صوتي ايه ايه اذا ان شاء الله انا ما كان ممارشي سوف يطوزوا معي النهاري كما هو وكنت منى ان شاء الله انه هي الاعجاب اعجبكم حكيت مطيشة حكيت تومة وضرت شوية شوية ديال كامون شوية ديال فلفل احمر وغادي ندير مليحة صافي وشوية دي الخرقوم البلدي سكين جبير ما غاديش نديرو كيف ما قلت لكم ومليحة من طبيعة الحال غادي ندوز ان شاء الله مهم بالنسبة للبوزرق انا عندي منقع موصول مكونجلي عكا في كونجلاتور صافي هنا كيف ما كتشوفو ندرتو فوق هذا القصوص وغادي نزيد شوية دي الزيتون وقبل غادي ندير شوية دي القصبر ومعد نوص انا لكم عارفين ان ربي دائما عندي في كونجلاتور نجيب هكا واحد ربعة ربعة واحدة الخمسة ونغسلها وننقيها ننقيهم ونخليهم هكا اه نخليهم في كونجلاتور نقطعهم نديرهم في كونجلاتور نقوم بزيتون نقوم بزيتون نقوم بزيتون وضروري ضروري ملفلي بالحرارة اي واحدة شلي كان كنت من شاء الله فيديونا الاعجاب ديلكم ويجبكم ايه لاعجبكم ما تبخلوش الاخدكم بلي لايك وبيبارتاج للقائلات صراحة بشيط المارشي مع اولا غادي نجيب هي هي البصلة وغريعة بلدية ومين صراحة تقديت معي اذك شلي خاصني مين اجد واحد الكيلو ديال فلفلاء ديالستة دراهم فلفلاء صفراء انا بقى عندي الحمراء هاكو في فلاجة جديد صفراء لبنات واجت معي واحد الكيلو ونص ديال لقرعه بلدية ديالبنات ميهو ستيناريات صراحة زوينا كتعجبني في الطاجين واحدة ولداتي كتعجبهم هاكو في الطاجين كيف ما قلت لكم في الفلاجة كيلو ديالستة دراهم ومع طيشة هنا ديالستة ثلاثة دراهم اجت واحد دربيطة ديال الخرشوف بثلاثة دراهم واجت واحد البروكولي واحدة ميهو هذه ديالة وقالش في ميتين واربعين بحراكوها واجت القزبر ومع دنوس الربيع اجت هالبنات هاليشوه غادي احتهية صراحة انا مكنتش كنستهلك الخضراء الخضراء مكنتش كنستهلكها يعني بزيف بحل بطاطا كان ديما ديما بطاطا عندي كتكون عندي بزيل هي اللي كنجيب كثيرة دابا وليت كنجيب خضراء كاملة وكننخلط لهم خضراء واندي المطواجينها بخضراء مخلطة وليت كنبزز عليه ومياكله خضراء كبتاه أحضر البطاطا ساعت بطاطا لمواجهة كبتاه ثلاثة دراهم كبتاه و الشيء هنا نفضل بردار النبات سأضطيق 15 يوم فاهمين و الشيء س STEM و السرير ت يحرق سنقوم بردار بالترون و قمت بردار نضع البركولي خيزه من بعد ما اطلقته مراني صفيت خيزه البروكولي خديت هاد مقايلة درت فيها زويته بلدية وشوية دي القصبر ومعدنه شوية دي التومة بودر شوية دي البزار وشوية دي الخرقوم البلدي وغادي ندير في هاد هاكو هاد خيزه غادي نسوطي هاكو حد شوية في ديك الزويته وثميته غادي نديه نجيبه والصراحة البروكولي كي عجبني كي عجبني هاكو في في الصالات زوين موين ما كنت نجيبه ولكن كنت كليتو وعجبني وصف يوليت مدمين علي غادي ناخد دك خيزه غادي نسوطي في ديك الزويته بلدية ودك الربيع والثومة صراحة كي يجيزوين البنات وهاكو كيتكال كي عجب هاكو الوليدات صفر البطاطا من بعد ما تلقات حتيها كيفما كتشوفوا درتها هاكو بجلفة ديالها كجي لدي دي بات طريقة صراحة جاتني سخونة غادي نزيد عليها ندير عليها كم مياه باردة وعد فاش غادي ننقيها صافينا مهم يحي صراحة در الجوع وتعطل عليها لغداء ولك دور دويرة ويجي عندي دور دويرة ويجي عندي بمعناتين موصولين صراحة ما عندي لما عندي لتشي حاجة خسني ارتبت قديا ونحيي دها صافي غادي ندوز ان شاء الله وغادي ننقي هاد البطاطا كاملة وغادي ندير في المقيلة نفس المقاضي اللي سوطيت فيها هادا كخيزو زويتة بلدية شوية ديالتوما ببودر وقصبر ومعد نوس شوية الكامون شوية اللي بزار وكيف ما قلت لكم زويتة بلدية وغادي ندير ونجيب فيها ديك البطيطة ومن الاحسن ديك هاكوها ديك البطيطة نخليها تتحمر نخليها تتحمر في ديك زيت العود وفي ديك التوما وفي ديك العطرية ايبو هاد شليكين وكنتمنى ان شاء الله الفيديونا للاعجاب ديالكم اللي عجبكم ما تبخلش على اختكم شوية الخزبرو مع النوس انا دائما رباية عندي في الكونجيلاتور صراحة كي سهلة لي مني كان بنكون مزروب وش حاجة صفعية كنجيبه من الكونجيلاتور وكن كيكون عندي واجد دبعني ترجط معي غادي نقياه ونغصله ونقطعه ونديره في الكونجيلاتور ايه واحد شلي كان كنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم شكرا الاخوات اللي قالوا لي تصور ديالتليفون زوينة اللي اخدتكم اللي والله يحفظكم وكنتمنى ان يكون نكون الفيديوهات كيعجبوكم وخفاف دراف على قلوبكم هنا اياه كيفما كتشوفو اخديت الليمون صراحة كتبيت ندير الغاصر ولكن ما تبقى الوقت وتعطلت ندك شي لاش غادي نقطعه الليمون ونديره لي شوية ديالسانيد وشوية ديالقرفة صراحة شحاب بقيت طريقة ديالليمون هي كتعجاب نديرها كبتر ناخده الليمون نقطعه ونديره لي شوية ديالقرفة وكي يبغير الوليدات واكترين الليمون اللي بنات حلو بحلاسة صافي هنا كيفما كتشوفو غادي نبقى نقلب في ديالبطيطة وهي في المقلة طويجين ديالي طاب البروكولي غادي نخليها هاك 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 مسلوك وغادي نديره لي شوية ديال المايونيز ميما غادي نصيب معاكم وحط طريقة ديال المايونيز اللي بلا بايد والصراحة كتجي زوينة صافي هنا رأني بنات نقلب الى القرفة كتخذت القرفة ومني جيت نقلب الى ملقيتها جمع رميتها هاك هاك مع زبل ومشتهاش ولا شي حاجة ميما حتى نخرج ان شاء الله وناخد معي شوية كانوا عندي عويدات تول القرفة كانحتاجهم هاك هاك نبين نرميهم فجاج هاك هاك عويدات ولا كان عويدات ولا كان ندير بهم لاسل ميما خديتهم طحنتهم وهم باش قديت راكم عارفوا البساطة مع السنما دائما كتخذي بلي كين وكتوجد يعني ذاك شي كنوجد ذاك شي زوين ولي عندي ولي متوفر عندي ايوات شي اللي كين صافي هنا كيف ما كتشوفو هنا كان نبقى في الليمون وتجزدت لي هاك هاك بالليمون كانتمنى ان شاء الله الفيديو اعجبكم وكانتمنى انا تصورين الاعجاب ديالكم ويكون واضح وكيف ما كنقول لكم دائما الى اعجبكم الفيديو ما تبخلوش الاخدكم البساطة طمع سلمة بلي لايك ديالكم وراكم عارفين وراكم عزيز وراكم في القلب ايوة هنا را نساليش كل شي طواجين ديالي واجد الخضيرة ديالي واجدة بقرية غير غادي ندوز وغادي كيف ما قلت لكم غادي ندوز وغادي نوجد شوية ديال مايونيز نايا بالنسبة لمايونيز البنات غادي نحتاج فيها واحد الكاس ديال الحليب اللي غادي يكون بارد كاس ديال الحليب ديال العنبة وغادي ندوز معه وحد ثلاثة ديال الفروماجات صراحة ديال مايونيز كيجي لديد وكيجي كريمي يعني بحالكة تابلي في الجبل وزوين بزيف صراحة انا كيعجبني مهم انا هنا در ثلاثة الفروماجات كاس ديال الحليب وغادي نزيد شوية ديال اللي بزار وشوية ديال المليحة مهم انا واقلا سيتها مادرتهاش ولكن جا زوين وغادي ندوز واحد هنا باقي نقلب البنات على القرفة وغادي ندوز واحد الكاس اللاروب ديال الزيت زيت ناباتية وغادي نبقى هكا مني كندن نزيد هكا في الزيت دغياء كيعقادلية ذاك الخالط في البلاسة مني كندوز زيت وكندوز جمع ديال الخالط كيعقادلية وكيولي عندي مايونيز اللي صراحة من نقش لكم عليه كيجي ديال البنات مهم هنا كيفما كتشوفو مهم غادي نجيبوا طبيس ديالي اللي غادي نحط فيهم ذاك الخضير اللي قدرتها كصوتي هاد البطيطة اللي بنات صراحة تجيزوينه وكتعجبني انا هكذا البطيطة صغيرة وكتعجبني بزاف مهم هنا يا غادي ندير خيزو مع ذاك البطيطة هنا في الطبيسلات هنا زيت شوية ديال ثانية مهم هنا رباخة نقلب على القرفة وحتى غادي نسالي عدفش غادي غادي نقادوك اللي عويداته على القرفة وغادي نطحنه ونديره ماكة من الفوق من الليمون صافة مهم صراحة بديتك نوجد فرغة بالزربة وحتى الخضره مرتبتها كاملة شي حاجه ادرتها في بلاستيكة ودرتها في تلاجون شي حاجه باقي لان الخرشوف سوف نقادوك اللي عصبني كالدرقلية كاملة بحل الخرشوف سوف نقادوك جلبانة خرشوف وجلبانة ورباح يجب ان نقادوك في تلاجة مهم هنا غدايا موجود كيف ماكة تشوفو طواجين ديالي رواجة صراحة جلديد وجازوين مهم هنا غادي ندوزوا ان شاء الله باش نتغداو ومتشيو فيه ان شاء الله غادي نكمل معاكم الفيديو حتى اللي شي ان شاء الله مهم هاي هوا البنات الاغذيوة ديالي كيف ماكتشوفو صراحة خيزو كيجي ووار طواجين ديال البوزروق حتى وكيجي زوين مهم كالبقالية واحد شوية من ديك السمالة صافي وطيبته الليمون بالقرفة واسكار ايو هذا واغذانا ان شاء الله الفيديونا الاجاب ديالكم ويعجبكم لا تبخلوش الياب اللي لايك والصراحة لما يونس كيجي خاتر وكيجي زوين ايو ابقوا معايا مهم انها البنات من بعد ما تغديت اه غصت المميناتي جمعة الكوزينة صراحة ما عنديش الممينات بسيف غصت الممينات البارح لان نعار فراسي غادي نمشي المارشي داك الشي اللي شغلتهم البارح وحيتهم علي لانا منيك تكون كوزينة مرونة وكتزيد على تقديا وزيد على الغداء راكتوليف واحد صراحة ما حيلتكينا هنا غادي نشارك معكم واحد الكريب اللي صراحة يجي خاتير وكيجي زوين بالنسبة للوصفة دي الفنان المشهورة المحبوبة دينا هو دا صدقي اه هنا اختيت مائتين قرام دي التقيق وزيد عليها واحد جوج بيضات صراحة يدير ثلاثة انا عندي البيض كبير ويمدر تهي جوج ببيضات وغادي ندير جوصة شية دي الفاني جوصة شية دي الفاني جوج معا لقورنس دي السانيدة دائما كنقول لكم سانيدة كتبقى على حساب الضوق قريصة دي الملحة وغادي نبقى نديرها كوحد جغيمة دي الزيت جغيمة دي الحليب عفوا نسمحوا لي ربنات زيت ما فيه جغيمة دي الحليب من السطر دي الحليب مهم انا عندي السطر دي الحليب اه كان عندي برد في تلاجة ومهم درته واحد شوية دفعليه فوق البوطة هنا غادي المقاء ندخل داك البيضات و داك المقاء ديرها كوف تقيق اعلى هاتشكري كنبقى ندخل تقيق بشوي 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 حتى كنحصل على واحد اه واحد العجينة اللي كتكون كريمية وما تبقىش فيها دوك الحبيبات او لدوك الكوائرات ديوا لدقيق نهائيا كنبقى اه كنخلط الى هاتطريقة كيف ما كتشوفو كندخل هاكو دقيق بشوي 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 سافي وكنبقى نطرب مزيان 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 انا اكد ان دوك اه ما بقاش عندي دقيق ما ما مديرش لي كوائرات دقيق هاكو في اه هاكو في اه هاكو في اه وغادي نه غادي نه غادي ننضف ذاك الحليب شوي بشوي وانا كندخل فيه اه غادي كيف ما قلت لكم غادي ننضف نزيد الحليبه بشوي بشوي وانا كندخل من طبيعات الحال مهات التحرك المستمر علاهة تشكل البنات هنا ربقى ما ما ضفتش الحليب كامل صافي من بعد ما غادي نبقاها كنضف الحليب بشوي بشوي وانا كنطرب من طبيعة الحال عندي واحد خمسين جرام ديت الزبدة من الاحسن انها تكون زبدة ممتازة زبدة حيوانية باش تعطينا واحد لوغو زوين في هاد الكريب غادي ناخد ذيك الزبدة وغادي نديرها في نفس الكاسرون نيت نديرها فوق البوطة ونبقى ذيك الزبدة تولي ليامارو يعني نبقاها كنطيب فيها حتي نشوف منها ذا كل ما كامل يعني نشوف منها ذا كل ما كامل عاد فاشة البنات صافي نطفيع ليها ونصفي ذيك الكشي كيشة اللي كتكون من الفوق ونخليها حتى تبرد وهي البنات كيف ما كتشوفو نخليها حتى تبرد نحييت ذيك الكشي كيشاها من الفوق حتى تبرد وغادي نزيدها في كيف ما قلت لكم غادي نزيدها في دك هاد الخاليات اللي عندي كيف ما كتشوفو كيكون على هات الشكل صراحة شوية كيكون مرخوف ولكن ما تخافوش من نورة غادي نشاء الله الكرب زوين بالنسبة لبنات الكاسرونك تجي بنسبة هاد المقايلة راني خديتها من المرجان صراحة زوينة البنات مهم اول مرة غادي نطيب فيها مهم خديتها بتسعود وصبعين درهم كينا كبر منها بواحد سنتيم يعني كبر من نورة شوية اه بتسعود وثمانين بناتهم عشر درهم صراحة مهم خديت هاد غادي نشارك معاكم ان شاء الله فالفهد الكريب اللي شاركت معاكم الصراحة كيجي زوينة البنات كيجي واعر وكيجب حتى الوليدة اكتريا الى اكتريا الى اكتريا اه اه درتي معها الكريمة ودرتي معها شوية ديسير ومهم زينتي بطريقة زوينة غادي بغود درهم اكتريا بالنسبة للديسير ما عنديش البنات عندي الكيوي غادي ناخده غادي نقطعه هاكوا دواول وحتى الفرماج الشوكولات ديال الدهن ما عنديش غادي نستعمل اه سوس شوكولات ديال الجلاس وغادي نستعمل اه يا الله يا تب بدنا يا شهر اه سوس كارامل هو لغ ديان به وكون فاتير ماهما هاتس captured هاذالكي اللي كان وكنت من شاء الله الفيديو الإعجاب ديركم ويأجوبكو مميهم نحاولو اننا ندرو هكوا حتى بقى قرقي algun قديل جينة باجدك الكريب يجينا زوين وما يجيناش مع الجن وهاكو ويجينا خيب هات شيليكين صافينا ندرت بدا كلاسوس كراميل وادرت شوية دي الكيوي هكو من هكو شوية الكيوي من الفوق و صافي وكنس دليها وشي وحدين غدين ديرون بالكون فيتير وشي وحدين غدين ديرون باللصف شوكولة هوا هات شيليكين إلا عجبكم الفيديو متبخلوش على أخدكم بلايك القناة مع الأهل والأصدقاء مويم أنا ربقى كان طيب كانت بقاتلية غير دوحيدة صافي نحيتها عمرت واحد لبريلي دي لاتاي بالنعناع ايوة وهذا وروتين تنهى اليوم كانت منها ان شاء الله يلي الاعجاب دي لكم اعجبكم لاعجبكم البنات متبخلوش على أخدكم بلايك الزوينة دي لكم وبتعليق الزوينة دي لكم كنقول لكم للايخطكم دي وشكرا شكرا لكم زاف شكرا كل وحدة كتبت ليا تلايق وكل وحدة سؤولات فيها كنقول ليا للايخطك ليا والله يحفظكم لياك يحفظكم لياك كاملين ايوة تشليكين وتحية لكم كاملين كاملين ودائما هنقول لكم نهلا يخطيكم صافي نعي كيف ما كتشوفوا أنا يا راني قربت نسالي شحاجة جدرتها بكوفيت شحاجة جدرتها بلاس كرامين شحاجة جدرتها بصوص شكولة على هاتشكل ايوة تشليكين مهم دائما وجدوا طبيعي للقوتي تكون مسيطة هاكل ولداتنا وفي نفس الوقت على قد على قد تجيب مهمة الكرامة في مئتين جرام دير طيق نصفة الحليب وجوج بيضات يعني ما فيش واحد سميته وتزين طبي الحال تبقى على حساب كل واحد والحساب اختيار دير كل واحد هنا دبنات مهمة كيف ما كتشوفكم فنديرها كشوية دي لاصوس كرامل و هاتشليكين إلا أعجبكم الفيديو ومتبخ بش أخذكم بلايك و بالبرتاج وغنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف و هل أخذتكم مني مهمة الكرام بدينا غادي نقول لكم هنا بسلامة لكم وخليت لكم الراحة ونتلقى من شاء الله في الفيديو الجديد كان بقى عندي شوية البغريحة و جبت و سخنته ايوة صافي وخبيز و شوية زيتون و اللهم دي ما نعم يا ربي يلا هنا